السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية و راقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم بوسو لا تمسو بيدون بيض و بيدون خميرة كيميائية يعني اليوم جبت لكم الوصفة الاصلية بوسو لا تمسو بطريقة سهلة و بسيطة و يجي يدوب في الفم نمر مباشرة نتعرف على مقادير الوصفة و طريقة تحذيرها لهاد الوصفة نحتاجوا كاس تاع زبدة ولا مرغارين السيعة تاع هاد الكاس هو ميتين و عشرين ميلي لتر وهنا الزبدة ولا المرغارين تاعكم لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ يعني مدوبوهاش اغير تفتحوا الابوات ارفضوا منها و حطوه فالكاس حتى يتعمر نحط هاد الزبدة ولا مرغارين و نزيد عليها كاس كوكاوي يكون محمص و مرحي شوية مرحي رقيق مديروش خشين باش قوم بعدها اللعجينة متبداش تفتت لكم و عندي كاس تاع جلجلان يكون محمص و مرحي رقيق و مغورفة كبيرة تاع لفاني اهنا لازم تديروا لفاني يعني هذي البودرة مديروش سائلة سائلة حت خسر لكم الوصفة و نزيد زوج مغارف كبار تاع سكر ناعم نستعمل داي من سكر تاع سيفيتال نضيز مغارف تاع سكر ناعم يكونوا معمرين مليح و بعد نخلط هاد المقادير كامل كيف كيف هكا خدمو غير بسباتيولة فوي غير نحس بلي هذي كزبدة دخلتلي في المقادير الجافة نحبس و نبدأ نزيد في الفارينة نحط زوج كيسان فارينة على جيه و الكاس تالت نحطو غير بشوية كما شفتو الوصفة تاع اليوم ما فيهاش بيض و ما فيهاش خميرة كيميائية يعني هذي هي الوصفة الاصلية تعبوس ولا تمسوا يعني تعزمان كانوا يخدمو هكا و احنا كنا كل خطران زيدو فيه لمسة ولا اضافة غير بش نوعو في يعني في البنة انا هنشدي الكاس تالت اديت منو حد نص كاس ولا تقدروا تقولو قل من نص كاس وتحصلت على عجينة تكون طريه نشد هاد العجينة ندلكها واحد دقيقة هندوك هند تقولولي كيفاش عجينة تعقاطو تدلكيها هندوك نقول لكم علاش هيا وحدك يتكون يدها ماشية في القاطو تخدمها مباشرة مي المبتدئات لو كان يخدموا مباشرة انه هما يشكلوا حربوش من هاد العجينة وهو يتفتت كامل على هادي تدلكوها هكا واحد دقيقة مع الولحة بين الكمب اللي راه يمفتتها كامل و بعد تبدأك شغل تتماسك شوفوا العجينة كيفاش تولي هكا كي تكونوا تديرو في الحربوش تعكم تتضمنوا بلي مستحيل حيتفتت وهاد العجينة ماشي شرط ديروها حربوش وتقطعوا مقروطات تقدروا ديروها كوريات تاني كي يجوكم بزاف شابين انا كي ما شفتو بقيت هاد العجينة غين نحل فيها هكا بكفة ايدي ونعاود نطمها حتى نحسها بلي ولاتلي هاي الكرطبة ومتتفتتش انا نشدها نقسمها لاربعة باش الخدمة جينة سهلة والعجينة كي ما راكم تشوفوا فيها جاية طرية ما تكونش يبسها بزاف ومتكونش تلاسق نشده هنا كل القسم تعلع عجينة نشكلو حربوش وبعد نعاود نزير عليه ملاح وبعد نرولي نزيد نعاود نزير باش ما ميجينيش الفراغ للداخل ونشوفو يعني الحربوش تشكلي بكل سهولة ومتفتتش كامل العجينة نزيد الحربوش تاني شوفوك فاني نزير على العجينة مده بكل مظهر هنا يكملتهم كامل باش جين الخدمة سهلة ومبعد حانتنا نراصي حاكبش المقروطات يتوعيجي وكامل قد قد ونجيب الموس ونبدأ نقطع هناك تقطعوا ودخلو الموس يعني يحتل تحته متابقهوش تدو ويجيبو فيه وبعد جيبت هنا كوبات سوف نسقم بها هذه المقروطات لكي نفتح الحواف يجي شكل شباب يجي شكل مخصرين ونزيد معكم حبة شوفوا كيفية تسقموها مما كي تخدموا بالكوبات تجيكم العملية سهلة هنا بعد ما كملت قطعتهم كامل هذه هي الكمية التي خرجت لي قطعتهم كبير عندما تصغرهم يجوكم حتى ال 27 حبة ندخل هذا السنة والفرن الذي شعلته مسبقا على درجة حرارة 160 درجة نضيفهم من تحتها ونزيد نشعلهم من الفقا غير شوية ونجبدهم سوف نسكره جبت سكر غلاس سكور سوف نضيفه في صفايا هنا يجب سكر غلاس تجوزه في صفايا ونضيفه ليمون ونضيفه ونضيفه في صفايا مباشرة نضيفه في صفايا ينشج في صفايا تجوزه غير تحميره في صفايا وطيبه بالطوئ يجوز يوز في الصفايا نشوف كيفاني نرفد فيه وما تفتت ليش يعني ما القريمه فيهش البيض حبه ما تفتت و بعد زيت رشيت عليه سوكري غلاس ملفوق نسيك فاش نحط كمية ملاحة لازم يتغلف كامل و بعد نخليها كوحدة زوجت قايق برك ونبدأ نحيلو هادا السكر لي زايد و بعد ما كملتهم كامل نزيد نعود نديلو هادا سوكري غلاس يبدا يلسق فيه وكان يطول يبدا يدوب هادا سوكري غلاس يوليك شغل معسل ويلسق لكم هنخليته واحد دقيقة ونصح تلزوش تقايق و بعد ننحي هادا سوكري غلاس زايد هنا بعد ما كملتهم كامل نزيد نعود نديلو هم تسكيرات دوزيام بس كيما شفتو اللعجينة ما فيهش اه 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 سوكري غلاس بزا فيها غير زوج مغار فبرك معنتها رهي نقصة حلاوة على هادا رح نسكره زوج خطرات عود شديد هادا السكر مقبيلة جوزته في الصفاية ونشد بوصولات مستاعي بعد ما يكون برد هنا لازم يكون بارد المرة اللوله كي نحطوه في سكر ناعم لازم يكون سخون غير يصحي يشد فيه نعودوا له تسكيرات دوزيام لازم يكون بارد وحنا حطيت غير بكميات قليلة هكا بالخمس حبات ست حبات حتى نكملهم كامل نخليوهم هكا تاني كوحد دقيقة ولمان باوم ونبدأ نزير عليهم غير بشوية بسكل قاطورا هو يدوب في الفم لو كانت فرصي وهي تفتت لكم غيربه اما ذوكا رح نجيب نديلهم الفقار الشاه خفيفه تاع السكر ناعب يجيي الشكل تعوش باب انا رح نكملهم كامل بنفس طريقة ونحطهم في الكيسات ونيريهم لكم في طبق التقدم و هذا هو الشكل النهائي اللي وصفتنا لنا هاليوم بوس ولا تمسوا على الطريقة التقليدية جا بزاف بنين جيدوا بفلفم و كما شفتوا مقادير و بسيطة من طريقة العمل بزاف سهلة نقسم لكم هنا حبة شوفوا يعني معتوشيتها تقسمت و نزيد نقسمها لكم بيدي باش تبال لكم خير شوفوا كيفش جات هاد الحلوة جات بزاف بنينة و ريحة تحاها هيلة هذو كل مكسارات اعطوها بنا روعة و وصلنا ذو كان نهاية وصفتنا لنا هاليوم و وصفة خفيفة ضريفة نتمنى انها تكون عجبتكم اذا عجبتكم متنسوش ديروا لي جاملة فيديو و تبارتاجوها مع الأصدقاء ذو كان مبقى ليغنقلكم تهلو في روحكم و نتلاقاوا ان شاء الله في وصفات أخرى عن قريب سلام